تزين مسجد الإمام الحسين بالقاهرة لاستقبال المصلين في أول صلاة ترويح بالمسجد في هذا العام وتستمر إقامة الشعائر الدينية بالمسجد طوال الشهر الفضيل وما بعده للمزيد من الحالة الآن في المسجد وما استقبله من مصلين احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية كل عام وأنت بخير أرجو أن تصف لنا الأجواء في هذا المسجد العريق الذي بني في عام خمسمائة وتسعة وأربعين من الهجرة والموافق ألف ومائة وأربعة وخمسين من الميلاد والذي يعد أشهر مزار إسلامي في مصر يتقدم ويتوافد إليه المسلمين في شهر رمضان الكريم نعم بالفعل فرحة عامة المكان هنا خصوصا في افتتاح مسجد الحسين بعد ترميمه وتجديده من الخارج ومن الداخل هذا الافتتاح أو هذا الترميم والتجديد الذي بدأ منذ أسبوعين تقريبا وكان من التوقع أن ينتهي في منتصف رمضان ولكن كان العمل مستمرا على مدار أربعين وعشرين ساعة حتى انتهى بالفعل بيئة الأمس وأقيمت اليوم صلاة العشاء وأيضا صلاة التراويح بفرحة عامة رصدتها أيضا مع المواطنين فور انتهائهم من الصلاة هذا المسجد بالطبع مسجد الحسين الذي بنية وسمية على اسم السيد الحسين رضي الله عنه حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المسجد تم تجديده من الخارج بالدهانات المختلفة وأيضا تم تجديد الساحة الخارجية للمسجد وتم وضع هذا الصور الحديدي وتم أيضا تجديد البوابات الرخامية الخاصة بالمسجد وهم ثلاث بوابات مثل بوابة الباب الأخضر التي تم تجديدها بالفعل هذا المسجد الذي يتسع على مساحة 3334 متر مربع يستقبل المصلين على مدار شهر رمضان الكريم بالطبع رصدت أيضا مع المواطنين فرحتهم بالصلاة في مسجد الحسين خصوصا في شهر رمضان الكريم وأيضا هذا المسجد ربما كان له عدة مرات للترميم والتجديد بدأت ب1871 ثم 1953 وانتهت هذه المرة عن طريق هيئة الأثار والحكومة المصرية للتجديد للمرة الثالثة هذا المسجد بالطبع كما ذكرت الذي بني على 1154 ميلاديا و48 ميجريا عفوا كريم لكن الصورة من خلفك تحكي وتحاكي مظاهر من البهجة والسرور احتفالا بإعادة تزيين وافتتاح المسجد لاستقبال زوار شهر رمضان الكريم على كل أحوال شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري من أمام مسجد الحسين بالقاهرة كريم بيبرس شكرا جزيلا لك